وامتداداً مشاهدين الأكارم لتغطيتنا لفعاليات مكتب الثقافة في تعز والذي أقام مسابقة نجمة الفصاحة للأطفال في المحافظة وهي المسابقة الأولى من نوعها وعلن مكتب الثقافة في تعز عن انطلاق المسابقة مسابقة نجمة الفصاحة للأطفال في الفترة من 2 وحتى 6 مايو ضمن برنامج مهرجان عيد الفطرة المبارك الذي يقيم في منتزه التعاون بالمدينة نعم لنتعرف إذن على الهدف من هذه المسابقة ومن فاز فيها ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية مدير عام مكتب الثقافة بتاعز السيد عبدالخالق سيف معنا عبر الأقمار الصناعية أهلاً وسهلاً بك سيد عبدالخالق أهلاً وسهلاً بكم وعيدكم سعيد ولو متأخراً كل عام والجميع بألف خير بإذن الله وأنت بألف خير أرد حاب نعرف منك بداية ما هي هذه المسابقة التي تقام لأول مرة في تعز هذا ممكن تحدثنا عنها أكثر سأخبرك المسابقة هي نشأت في ذهني نتاج المشاهدة المستمرة لأطفالنا وهم يتحدثون هناك مشكلة تجد أن أطفالنا تنقصهم الثقة بالنفس وتلك اللغة المتواصلة والتخاطب المتواصل بوعي وبفهم وبوضوح هذا كثير من أطفالنا لا يمتلكون هذه الملكة التي فعلاً هي نتاج ربما تنشئ الخوف نتائج كثيرة تجعل أطفالنا لا يحسنون الحديث وإن تحدثوا فبتلعثم وهي مشكلة كبيرة عندما تقارن كنت أرى بعض الأطفال من لبنان من القاهرة يتحدثون في عمر السبعة ثمانة سنوات بفصاحة بطلاقة كبيرة بينما تجد أطفالنا يخافون يتهيبون يشعرون برعب كبير ولذلك تجد ردهم هو رد مقتضب كلمات لا يمكن أن تكون واضحة هذا ما خلق في ذهني أنا وطاق مكتب الثقافة لماذا لا نقدم المسابقة وتكبر هذه المسابقة مع الوقت نجم الفصاحة للأطفال في تحز بدأت هذه الكصة رسمنا ملامحها تفاصيلها ما هي الآلية التي تدار بها كيف يتم الاختيار وبالفعل من أول أيام عيد الفطر المبارك أو من يوم الثنين مايو كانت الانطلاق الجميلة ضمن مهرجان المنتزى العيدين للنجم الفصاحة وهي كانت لكل الأطفال لكل الأسر مع أطفالهم الحاضرين في المهرجان كانت المسابقة عبارة عن منافسة يصعد من خلالها الأطفال الأكثر قرأة والأكثر فصاحة تتم غربلت هؤلاء عبر أسئلة يقدمها نجم للفصاحة رائع جدا أنا أتمنى أن تكون قد سجلت لديكم المادة لتتعرفوا عليه أكثر بحر السروري ذلك الطفل المدهش بكل المقاييس تجده أكثر فصاحة من أغلب الكبار فعلا يدهشك بلغته القوية الجزيلة الرائعة وهذا منعكس إيجابا على كثير من الأطفال فهموا ما معنى هذه المسابقة وتفاصيلها ليست المسألة إلقاءا شعريا ولا حفظ مسبقة المسألة أن تتحدث بتلقائية وبثقة وبإبداع وبكلام مرتب ورائع كان عميا أو بالفصحة الهدف منها تعزيز الثقة جعل هذا الطفل يتحدث ويتعامل مع ألاف الحضور وألاف الوجوه وآلاف العيون التي تشاهده يتحدث معها وكأنها أسرته هناك قطيعة ما بين أطفالنا وما بين المتلقين ما بين المشاهدين لذلك يصابون بالرعب بالخوف هذا ما نريد أن كانت الفكرة المثمرة من هذا المنطلق أن يتعلموا القرأة وأن يتحدثوا وكأنهم يتحدثون مع محيط يعرفونه هذه الوجوه أخبرناهم أنها أسرهم الكبيرة لا يجب أن ينظروا الأسرتهم الحاضرة فقط كل الحاضرين هي أسرة كبيرة لهم ولذلك أشرق من بين هؤلاء كوكب جميلة ورائعة وفازت في المسابقة في آخر المطاف نعم إذن ماذا كانت شروط المسابقة ما هي المعايير التي وضعتموها حتى يتم تأهل هؤلاء الفائزين في النهاية إلى نهاية هذه المسابقة طبعا كان في كل يوم كان يجب أن يكون هناك فائز في كل يوم خلال الأيام التي كانت فيها المهرجان كان يجب أن يتسابق جميع الأطفال كنا نختبر جراءتهم بحيث أننا يصعدون على استيجة الفعالية ومن خلال الاستيجة يفهمون ما هي قصة نجم الفصاحة عندما يصعدون كانوا يصعدون بالعشرات بشكل كبير وبما يحتاج مساحة كبيرة وبمجرد أن كان يتحدث مقدم هذه الفعالية وهو الطفل الذي لم يتجاوز الثاني عشر من عمره بحر السروري بحر السروري قصة جميلة أنا أتمنى أن تصلتوا الضوء عليها بحر النجم للفصاحة وطبعا هو كان أحد المكرمين في آخر المطافة تتم هذه التصفية من خلال فهمهم لمعنى نجم الفصاحة تحدث بطلاقة هناك مجموعة أسئلة يقدمها بحر للمتسابقين والمتنافس يخاطب الجمهور ويجيب عليهم من يستطيع أن يستحوذ على قلوب الجماهير بطلاقته وفصاحته وبلاغته وأيضا قدرته على فهم الأسئلة والإجابة عليها بكل بساطة هذه كانت إحدى المعايير هي بدأت بعفوية أردنا أن تكون عفوية بحيث أن لا نصيبهم بالرعب نريدهم كانوا أن يصعدوا على الاستيق وأن يمجهوا الجمهور وهذه أول الخطوات أن تتعلم القرأة أن تنتلك الشجاعة بحيث أنك تشعر أنك قادر على مخاطبتهم دون أن تخشى من التأتأة من عدم الإجابة من السخرية تلك التصورات التي نكونها بهنيا ونحن أطفال عندما نخاطب محيطنا ونشعر أنهم إما أنهم لا يفهمون أو أنهم سيتخذون من حديثنا مجالا للسخرية كسرنا هذه القوالب من خلال هذه المنافسة الجميلة يفوز شخص واحد مبدع أو طفل واحد طبعا من أهم الشروط التي تقوز الثاني عشر من عمره ولذلك منفازه تتراوح عماره ما بين الثامنة إلى الثاني عشر نعم إذن هذا العمر هذه الفئة العمرية تحديدا للأسف هي الفئة التي واكبت شوية أن الظروف تكون متزعزعة في تعز خصوصا في بلادنا بشكل عام فربما قد تكون انعكست بشكل أو بآخر على هز ثقة الأطفال بأنفسهم ولكن أنتم صدر عبدالخالق كيف وجدتم الإقبال والمشاركة من قبل الجمهور في مسابقة نجم الفصاحة للأطفال وكم كان عدد المتقدمين بكل تأكيد هو طبعا أننا قبل المسابقة الفعلية وقبل تتشين المهرجان أعلن ذلك في صفحات المكتب قبل المسابقة بأيام نشهدنا جميع الأسر أن تهي أطفالها من كان لديها أي أسر لديها طفل يمتلك من الفصاحة ومن القدرة على التخاطب بفهم ووعي نتمنى أن يكون منافسا وحاضرا معنا طبعا فهموا كثير من الأسر فهمت هذه المسابقة بحيث أن كل يوم طبعا الجميع يفوز كنا نكرم جميع الأطفال الذين كل يوم كنا نكرمهم الذي يفوز بنجم الفصاحة في كل يوم له مبلغ أكبر من البقية والبقية كنا نوزع عليهم مبالغ رمزية من باب التشجيع أيضا كان الإقبال كبيرا وكانت بعض الأسر فعلا تكتهد ليلة نهار حتى تسقل قدرات بنايها وطبعا مسألة أنك في خلال أيام تصنع شخصية أو تعد تركيبها هي طبعا مجازفة كبيرة من الصعوبة بمكان أن تخلق هذه الشخصية خلال أيام لذلك من فاز من الأطفال فاز وقد لديه تراكمات كثيرة كان الفائزين هم من كانوا فعلا لديهم القدرة على مواقعات الجمهور تواجدوا في فعاليات استطاعوا منحتهم أسرهم الثقة واستمعت لهم انسطت كانت من أكبر المشاكل التي نواجهها هو أننا نصغي كأطفال نصغي ويتخاطب معنا الجميع بلغة الأطفال وهذا من الأخطاء الكبيرة في التنشئة يجب أن تتعامل مع طفلك كشخص كبير خاطبه بلغة كبيرة سيفهمها عقله الرائع والنقيق مثل إسفنك الطرية ستستقبل كل شيء جميل ومن ثم تعكسه بجزالة وبلاغة لكننا نتعامل بلغة البساطة 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 بحيث ينشأ هذا الطفل على مثل هذه السطحية يكبر وما زال في دينه تلك التفاصيل التي تتحدثت معه لاغته بأسرتها بشكل عام ولذلك انعكس ذلك بشكل كبير على عدم الثقة تزعزعت الثقة في التعامل مع محيطه لذلك المسابقة أنا أعتبر أنها مشروع كبير هي الخطوة الأولى بكل تأكيد أعتقد أن القادم سيكون أكبر أكثر شمولية بحيث تصبح مسابقة مستقلة بشكل كبير جدا وسنحصد من خلالها كثير من النجوم والمبدعين في مثل هذا السن الحرق والمهم لكنه أساس لبناء شخصيات بديعة جدا الفصاحة قد تنتقل إلى الجانب الحياتي والعملي لكل طفل بحيث يشرق وهو فعلا يمتلك قدرات كبيرة وثقة بالنفس تجعله يخطو إلى المستقبل بثقة وأمان ونجاح كبير جميل يعني تحدث أنت عن مقدم هذه الفعالية بحر السروري وأيضا تحدث عن فائز في كل يوم من أيام المسابقة من هم هؤلاء الفائزون وأيضا هل من رعاية مستقبلية ستقدمونها لهم في تنمية هذه الملكة وهل من توصيات قدمتموها لهم بكل تأكيد أن خلال أيام المسابقات كان المتقدمين بالعشرات لكن انتهت المسابقة على ثلاث شخصيات فقط لا غير هي التي فعلا أشرقت وهي التي تكرمت وهي التي نالت المبالغ المالية ونالت درع نجمة الفصاحة 2022 الطفلة البديعة ريناس قائد فازت مناصفة مع الطفلة الرائعة ملاك المجيدي ذات السبع السنوات تلك تسع وتلك سبع وثمان سنوات وبحر الجمهور بايعه مبايعة مطلقة كنجمة الفصاحة 2022 هذا بحر قصة جميلة قصة رائعة جدا يمتلك من الفصاحة والبلاغة ما يخجل كثير من الكبار رائع بكل المقاييس في الثانية عشر من عمره أنا أعتقد أنه سيكون مشروع نجم إعلامي كبير طبعا نحن آمنا به بمكتب الثقافة وسيقدم كثير من الفعاليات مكتب الثقافة هذا بالنسبة لبحر الطفلين الآخرين سنشملهم بالرعاية بإذن الله سيكونون من ضمن طاقم المكتب في كل فعاليات من خلالها نستطيع أن يتخاطب هؤلاء حتى في فعالية نوعية أردناها أن تكون مثلا للأطفال في البداية كمسابقة فنية مسابقة إبداعية يقدمها هؤلاء من خلالها أيضا نسق القدراتهم ولهم الخيرة في مسارهم العملي لكننا نقف معهم نساندهم بشكل كبير بإذن الله نساندهم حتى نهاية المطاف نعم جميل طيب صعد الخالق الكثير من الرسائل أن توجهتها خلال حديثك للأهالي إذا ممكن نلخص جميعها في اختام هذه الفقرة في رسالة واحدة أو مجموعة رسائل واضحة للأهالي حتى يصنعوا من أبنائهم نجوم فصاحة داخل منازلهم وفي مجتمعاتهم وفي مدارسهم أيضا عندما نأتي لسلم الأولويات من هو المسؤول عن نجم الفصاحة سنجد أن الأسرة هي معنية بالدرجة الأولى ولها الرسالة الأولى ازرعوا الأمل في أطفالكم تحدثوا معهم بطلاقة لا تتحدثوا معهم بسطحية مثل هذه الأمور هي ما تخلق فيهم تلك الرخاوة اللفظية وذلك الخجل الكبير لا تتحدثوا معهم بسطحية تحدثوا معهم بجزالة خاطبوهم على أنهم كبار عندما تخاطبونهم بهذه النفسية وبهذه العقلية يصبحون كبارا فعلا ويصبحون أصحاب قدرة كبيرة على التحدث بطلاقة وبفصاحة ثم تأتي المدرسة بعدها المدرسة معنية بسقل هذه القدرات المدرسة من خلال كل منابرها الإذاعة المدرسية الحصص الإبداعية التفاصيل حتى في الفصل يجب على كل مدرس أيضا أن يجعل كل الأطفال وكل من حوله يقومون ويناكشون ويتحدثون ويتكلمون أطلقوا أطلقوا ذلك الإبداع النائم في لسان كل طفل وفي روحه يجب أن نقوم بثورة كبيرة جدا حتى تتحرر عقولهم من الخوف زرعنا فيهم الخوف إما بالقوة وإما من باب الخوف عليهم وفي كل الحالتين نحن نقتل فيهم هذه الملكة بحيث أنهم لن يستطيعوا أن يتحدثوا عندما تسألوا سؤال بسيط سيجبك برد سطحي ولن يكمل حديثه معك وهنا الكارثة يجب أن نختبر أيضا مدى فصاحة أطفالنا من خلال حوارات مستمرة ومتعددة نشعرهم دائما أنهم كبار وأنهم قادرين على اتخاذ قرارات مثل هذه الأشياء تطلق فيهم وتعزز فيهم الثقة بالنسبة لنا نحن أيضا معنيين بأن نجم الفصاحة سيأتي وسيأخذ شكلا وقلبا أكبر من هذا الموسم وبالتأكيد أننا من خلال النجوم الرائعين الذين فازوا في المرحلة أو فازوا في الموسم الأول وهو 22 بالتأكيد سيكونوا تحت رعايتنا وسيكونوا هم رسائلنا الكبيرة سنخبر الجميع أن هذه النماذج انظروا كيف أصبحت كيف أصبحت نماذج ناجحة نماذج يحتذا بها نماذج تصبح مصدر فخر سيكبرون سيشرقون سيصبحون فخرا لأسرهم وفخرا لتعز ولأوطانهم جميعا هذا ما ننشده وما نريده أطلقوا ذلك الإبداع النائم أو الكامن في أرواح أطفالنا لا تقيدوهم بعادة وتقاليد متوارثة لم تثمر إلا الخجل الخوف التأتأة عدم القدرة على مواقهة المحيط سواء المحيط الأسري أو المحيط المجتمعي العملي كل تفاصيل التي من خلالها الشخص يتفاعل يؤثر ويؤثر أطلق ذلك الإبداع في أطفالنا وستحصلون على مناجم من الذهب الإبداعي الروحي ستشعرون بالفخر الكبير وهذا ما نريده وننتظره تماما الله أعطيك ألف عافية ومدير عام مكتب الثقافة بتاعز وصال عبدالخالق سيف شكرا جزيلا لك على كل حديثك الجميل والملهم وشكرا جزيلا لكادر مكتب الثقافة في تعز على كل مجهودكم الذي تبذلوه هي تحية لكم من ننامون كل كادر صباحكم أجبل يعطيكم ألف عافية شكرا جزيلا أعطيك العافية سيد عبدالخالق وتهنينا لكل المتصابقين وكل الفائزين في هذه المصابقة نشكر مكتب الثقافة على كل هذه الفعاليات والسعي إلى خلق مجتمع أفضل في مدينة تعز